بسم الله نهلا دا كنت عملت فيديو عن عمل الكوردينيشن بالمعمارة والإنشاية الكهروميكانيكل فجالي سؤال بيقول انا كنت بشتغل في شركة مأولات اللي كنت فيها الاول بس الامر كان عشوية جدا مش متساستم ونحن كنا بنعمله كتاسك تسيف قبل مبدأ التنفيذ بمعنى ان بسقط اللوح على بعضها كله تكييف وصحي وكهرباء وحريق واروح لنوقت التقاطع واشوف في اختلاف الليفلات ينفع يكون موجود دين بالشكل ده ولا فيه والمفروض حاجة تطلع لفوق او تنزل تحت عشان ما حصلش مشكلة طبعا الكلام بدائي ومرهق جدا وده عشان كنا شغلين كاد فطبعا مش بنشوف ساكاشن زي الريفت فعشان كده حبيت اسأل حضرك هي ليها طريقة تانية غير اللي انا فهم ولا هو الفكرة كلها في الكاد انا عندي خطوط فما بعرفش ارتفاع الخطوط دي غير من الكلمة اللي بتكتب عليها وممكن واحد يكتبها في منطقة وينساها في منطقة تانية فممكن تتعدل حاجة تروح خبط في حاجة تانية والحاجة التانية دي يكون انت عدلتها قبل كده انا شغلت فترة بالاسلوب دوت فعارف المعاناة بالذات لما يكون مشروع كبير يعني لو في فيلا ممكن اول واحد يحكمها اماما لما يكون فيه مبنى ضخمة وبالذات في المستشفيات لاني بيبقى عندي مواصيل بتاعت هيدروجين والانوتروجين واكسوجين والغازات الطبية دي بتبقى مشكلة تمام؟ لما يكون مشروع كبير مثلا استاد يعني فيه المشروع الضخمة العملاقة بيبقى مستحيل تعملها بالكاد يعني بيبقى محتاجها فعلا شغل رئيب البيم عموما بيبقى فكرته ان انت بترسم الحاجة وهو عنده المعروف صح يعني مش الفكرة ان انا بعمل بالساكشن لا ده الموضوع عسل من كده انت تقدر تاخد ساكشن باي ثانية مجرد تاخد ساكشن خلاص يظهر معاك وتبدأ تشوف المشكلة فيه انا كنا بنعد ايام نعمل في الساكشن ديت كل شوية ناخد مسلا في الكوردر دوت او مطلوب من 10 ساكشن تيك 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 اعمل 10 ساكشن دول وابدأ اشوف اذا كان في حاجة خفطة في حاجة ولا لا فالموضوع فانلا كان صعب دلوقتي بقى الموضوع ان انا عندي زرار بادوس عليه يقول لي الكلاشات في المكان الفلان يعني بيجيب لي اماكن الكلاشات فابدأ احل الكلاشات دي انزل اطلع بحيث ان انا اتفادى المشاكل ديت فليه ما استخدمش السلوب دوت يعني حتى لو هاخد مثلا الاسبوع والحاجة تضرب على البرنامج وهيوفر معاك كتير جدا بعد كده يعني هيوفر معاك في موضوع الحصر الحصر مجرد ان انت بتدوس على زرار بيجيب لي شغله كله شغله بيطلع سليم الشغله بيطلع بدون اهم شكل خالص هل الموضوع وردي لا فيه فعلا شركات كتير هواقعت بسبب انها ما طبقتش البيم او طبقات البيم غلط يعني في دول مثلا زي بريطانيا قالت البيم اكباري ففيه شركات ما طبقتهوش فما بيش عارف تاخد مشاريع وعليها بتدفع مرتبات فشركات قفلت وفيه شركات طبقته ومضت عقد وجدت تنفذ لايت مشكلة فوقع منها لذلك لازم يطبق البيم تدريجية انو يكون فيه حد خبير من تابع الموضوع وانطبق في جزء صغير من قرش المكتب كل هتحول البيم لان مثلا دين ثلاثة يشتغلوا عليه ويفيدوا الناس بعد كده لما تيجي التحول هتلاقي فيه في كل برامج البيم جزء كده يقول لي في المشاكل ويبدأ انا يعرف في المشكلة فين ويبدأ احلها وفيه برامج متخصصة الموضوع على الكلاش ديكشن دوت برامج متخصصة بتاخد الموديل من اكثر من ديسيبلين او من اكثر من برنامج او من اخصر مكان وتقول لي فين الكلاشات تمام ممكن تكون انت مثلا حليت مشكلة في بعد ما عملت كل القوض بدأت تحل المشاكل في الكورديريشن فو انت تحل في الكورديريشن ضربت في القوض فانت خلاص مش هتدور تاني في المكان انت دورت فيه قبل كده وتكتشف ان فيه مشكلة لا ده خلاص هو البرنامج بياخد المشروع كله ويقول لك المشكلة في المكان الفلين فبيوفر علي وقت ويوفر علي جهد ويوفر علي ان انا عرفت مكان المشكلة ده كده انا نص الحل الناس بقى الحل بقى ان اشوف مين اللي هيتحرق مين اللي هيعمل هل ينفع ان انا الف من حواليه هل ينفع ان انا اجيبها يمين اجيبها شمال فبتوفر عندنا كتير جدا فانصح الناس انها فعلا تبدأت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة